مشاهدين ساعة دلوتي تمانية بتوقيت القاهرة معنا مع موجز الأهم الأنباء مع مصطفى تفضلي مصطفى شكرا لك يا منا الثمنة صباحا بتوقيت القاهرة الخميسة وبتوقيت جرينيتش موجز الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي على ضرورة توقف إسرائيل عن التصعيد وانتهاك القانون الإنساني الدولي وحذر من التداعيات الخطيرة لاندلاع حرب إقليمية على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وخلال اتصال هتفين أجراه مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين في أطار التشاور الدوري بشأن تطورات الإقليمية وتكثيف الجهود لاحتواء التصعيد الخطير بالشرق الأوسط أكد عبد العاطي على أهمية تكثيف الجهود لإمداد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية بدون شروط وتوقف إسرائيل عن عرقلة المساعدات الإغاثية واستنكر المساعي الإسرائيلية لتقويد وكالة الأونروا كما تناول الاتصال بشكل مفصل الجهود المبدولة لسرعة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان ومسألة الشغور الرئيسي هناك وانتخاب رئيس يحظى بتوافق من قبل طوائف الشعب اللبناني من جانب آخر تناول الوزيران خلال اتصالهما التطورات الخطيرة في السودان والجهود المبدولة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وجد الدوازير الخارجية التأكيد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ودعمها واحترام وحدة وسلامة الأراضي السودانية وتكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية لدولة السودان في ظل ما يشهده من أوضاع إنسانية متدهورة أعلنت إسرائيل عن شن ضربات وصفتها بالدقيقة على إيران طالت أهدافا عسكرية شملت منشآت تصنيع الصواريخ وذكرت القوات الإسرائيلية أن القدرات الدفاعية والهكومية مستنفرة بالكامل في المقابل ذكر التلفزيون الإيراني أن بعض أصوات الانفجارات التي دوت في محيط العاصمة طهران جاءت بسبب تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في البلاد وقال مصدر مطلع لوكلة تسليم الإيرانية إن ادعاء إسرائيل استهداف عشرين لقطة في إيران هو أمر غير واقعي ويدخل في إطار الحرب النفسية أعلن البيت الأبيض أن نائبة الرئيس الأمريكي كاميلة هاريس أبلغت بشن إسرائيل ضربات موجهة على أهداف عسكرية في إيران مشيرا إلى أنها تراقب تطورات عن كثب وستبقى على اطلاع كامل وقال مسؤول أمريكي كبير أن الضربات الإسرائيلية على المواقع العسكرية في إيران تبدو ردا مستهدفا ومتناسبا على هجمات طهران السابقة حسب تعبيره وأضف أن الولايات المتحدة لديها قنوات اتصال متعددة ومباشرة وغير مباشرة أيضا مع الجانب الإيراني حيث أوضحت موقفها بشأن هذه الضربات قتل ثلاثة لبنانيين وعصيب أربعة أخرون جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدة النبيشيد في محافظة بعلبك الهارمل في لبنان وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن عمليات رفع الأنقاض في المكان المستهدف ما زالت مستمرة أما في جنوب لبنان فقد استهدف طيران الاحتلال مبنيين في بلدة تول ودمرهما بالكامل كما استهدفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدة عين إبل ما أدى إلى نشوب حرائق هناك وأغار طيران الاحتلال للمرة الأولى على مخيم الرشيدية بالقرب من شاطئ البحر وفي المقابل ألان حزب الله اللبناني في بيانات منفصلة عن استهداف تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرقية بلدة مركبة بدفعات صاروخية واستهداف تجمع لقوات الاحتلال عند أطراف بلدة حولة بدفعة صاروخية فضلا عن قصف مدينة صفض المحتلة بدفعة صاروخية أخرى اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل جنوبية الضفة الغربية وأفدت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة آليات وتجولت في عدة أحياء وشوارع دون أن تسجل أي حالة اعتقال كما اقتحمت أيضا قوات الاحتلال بلدة يعبد الوقعة غرب جنين شمال الضفة الغربية وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من مدخلها الشرقي بعيدة آليات عسكرية وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال نشرت فرقا راجلة وسط البلدة وقد دهم الجنود أحد المنازل وأطلقت قوات الاحتلال النار صوب مركبة في شرقي هذه البلدة الوقعة في الضفة الغربية قال مسؤولون أوكرانيون أن طائرة مسيرة روسية قصفت مبنى سكنية متعدد الطوابق في العاصمة الأوكرانية كييف ما أدى إلى نشوب حريق في الطوابق العليا في هذا المبنى ومقتل شخص وإصابة خمسة أشخاص وقد أوضح رئيس بلدية كييف فيتالي كيلتشينكو أنه جرى إخلاء أكثر من مئة شخص من السكان الموجودين في هذا المبنى الواقع في منطقة سولو ميانسينكي الوقاعة الغربي وسط المدينة وشبكت وحدات الدفاع الجوية على مدى ساعة كاملة في التصدي لهذا الهجوم وبعد ساعتين ينطلق انذار جديد من الغارات الجوية في هذه المدينة وهذه نهاية الموجز عودة مرة أخرى لاستكمال ما تبقى من فقرات صباح الخرية مصر بعد هذا الفصل ترجمة نانسي قنقر